وزي ما بدأت مع حضركم مشاهدين الكرام الكلام عن فترة محمد علي وانتصارات جيشنا العظيم على الأتراك وفي موقع طبعا نصبين سنة 1839 كمان استسلام الأسطول العثماني طواعية وبدون طلقة رصاص وحدة الأسطولنا المصري في اسكندرية هنا الفترة دي واللي تلاها من فترات وبالأخص فترة الخديوي إسماعيل كان فيها نهضة كبيرة جدا في بلدنا على كل الأصعدة سواء في المجال الثقافي أو المجال الفنون أو التعليم وكمان الإنشاءات وما ننساش العمارة لأن الخديوي إسماعيل كان عايز يحول بلدنا لأشبه بقطعة من أوروبا وللعلم مش في القاهرة بس لكن كمان ممكن تشوفوا الكلام ده في بورسعيد وفي اسماعيلية وفي اسكندرية والسويس ومحافظات تانية في بلدنا كلامنا النهاردة هيكون مع حضراتكم عن العمارة في القاهرة القاهرة الخديوية والمجهود اللي تم بذله في الفترة اللي فاتت إن احنا نشوف بلدنا القاهرة ترجع مرة تانية لشكلها الأصيل شكلها الراقي الجميل اللي تبنت عليه ترجع مرة تانية لهذا الشكل واسمحوا لي مشاهدي الكرام بتنضملي في الاستوديو على هذا الأمر ضيفة كريمة الدكتورة ريهام عرام مدير عام إدارة الحفاظ على تراث القاهرة ومشروع القاهرة الخدوية يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفان بالتأكيد أي حاجة تخلي بلدنا شكلها حلو أنا بفرح بها جدا وبالتأكيد كل المشاهدين الكرام بيفرحوا بهذا الأمر إيه اللي عملتوها عشان تغيروا شكل القاهرة ترجع مرة تانية للقاهرة اللي كانت واخدة أعتقد لقب أجمل المدن مدن العالم في الاربعينات في القرن تقريبا ده حقيقي هو طبعا القاهرة مدينة جميلة يعني من بدايتها منذ إنشاءها منذ يعني كقاهرة من وقت إنشاءها من وقت الفاطميين مدينة بتتعدد فيها زي ما وصفها المستشرقين كل صنوف البشر وكل أصناف الفن والجمال والعمران الراقي المشروع القاهرة الخدوية كان مشروع بدأ منذ عدة سنوات وكان هدفه إعادة الوجه الحضاري للعاصمة حصل على العاصمة عدة تغييرات وعدة مظاهر وسلوكيات وتغييرات قدت إن الجمال اللي كان موجود فيها وخاصة في منطقة وسط البلد تمس وأصبح غير مرئي وغير ظاهر للناس فكان الهدف من هذا المشروع هو إعادة الوجه الحضاري للعاصمة ومنطقة وسط البلد هي قلب القاهرة قلب القاهرة الحديثة اللي زي ما حضرتك تفضلته وقلت الخدوية إسماعيل فعلا كان عايز يحول القاهرة إلى باريس الشرق وبعد ما طلقت ومنلاحظة من الأبنية حتى التراث بتاع الأبنية نفسه شكل أوروبي فيه اتراز الفرنساوي فيه اتراز الإيطالي ده حقيقة مظبوط جدا لأنه هو لما بدأ في تخطيط لمدينة القاهرة الحديثة العاصمة اللي احنا أسطلح على تسميتها حاليا بالقاهرة الخدوية نسبة إليه أنه هو استقدم لها مخططين عمرانيين واستقدم لها الفنانين والمعماريين من فرنسا تحديدا عشان كده فعلا نلاقي بعض المباني عملها معماريين فرنسيين معماريين إيطاليين بعضهم بلجيك واستقروا وأقاموا وكان لهم الفخر أن هم يشتغلوا في مصر في هذا الوقت زي ما شفنا في مذكرات بعضهم وفي المباني اللي هما تركوها لنا الحقيقة العمارة في منطقة وسط البلد هي أجمل ما فيها التخطيط للمدينة اللي تم على نفس التخطيط الباريسي الشوارع اللي بتخرج من ميدان بيتوسط الشارع بالضبط زي مدان طلعت حرب زي مدان مصطفى كامل والشوارع الشمس بالضبط هما بيسموها النجمة زي بلاس دولتوال في باريس هو بنى على هذا التخطيط بالفعل ونجح أنه هو يعمله واستقدم لها المعماريين وبنوها وكمان أحطها بالحضائق زي باريس بالضبط يعني كان عندنا حديقة الأسبكية أحد الحضائق التراثية يعني ذات التاريخ العريق اللي موجودة في مصر في قلب القاهرة دي أيضا كان بداخلها نفورة بتعد أثر ومسجلة أثر كانت بتتميلي منها البركة اللي موجودة داخل حديقة الأسبكية أو البحيرة اللي موجودة داخل حديقة الأسبكية ومن هنا اسمح لي أقول لحضرتك كانش لي أحظل أن أنا زور الحديقة دي لازم يزورها الحقيقة آه ما كانش لي نحظل أن هي حاليا مش يعني حصل فيها شوية تغييرات لكن بنعيد ده وبنرجعه للأول هترجعها تاني هترجع تاني إن شاء الله هترجع تاني بدأت فعلا الدراسات بتكليف من اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية اللي بيرأسها المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية لمشروعات القومية والاستراتيجية وفعلا نوجه بدراستها وفورا اللي هو خالد عبد العيل محافظ القاهرة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري بيضعوا خطة حاليا لإحياءها وعودتها إلى ما كانت عليه حتى بالرغم من مظاهر التحديث اللي حصلت فيها وبرغم من دخول متر الأنفاء وبعض محطات وحول الحديقة لكن في خطة شاملة دلوقتي لإحياءها وإعادتها إلى ما كانت عليه وإعادت جميع عناصرها يعني مصرين على استرجاع كل مكان يعني القاهرة الخدوية أشبه بال نقدر نقول المعدن النفيس اللي كان عليه شوية صدق فأنتم بتشيلوا الصدق ده علشان جوهر المعدن النفيس يظهر مرة تانية بالزبط كده زي ما حضرتك قلت التشبيه ده مظبوط جدا لأنه في خلال الفترة اللي فاتت تم إعادة تأهيل حوالي 300 عقار 300 عقار منهم 300 عقارات المسجلة عقارات ذات راز معماري متميز عندنا القانون المصري بيحدد بخلاف الأثار بيحدد عقارات يمكن تسجيلها لقيمتها الفنية سواء قيمتها الفنية رد فعال الناس إيه؟ متجوبة؟ الحقيقة الناس فرحانة جدا ورد فعال الناس نقدر نشوفه في الشارع المناطق اللي ما كانتش بتتزار أصبحت بتتزار قد إيه؟ والمحلات اللي ما كانش عليها رجل اللي بقى عليها رجل قد إيه؟ وتقدر تسأل التجار في المنطقة المحلات شارع الألفي لما طورناه قد إيه؟ أصبح متنزه ومكان وخروجة مش بس أقول حضرتك للأسرة ولا للشباب لكن بتلاقي كمان بنات خارجين في المكان ده بعد الجامعة أو بعد كلية خارجين حاسين بالأمان مبسوطين بيستمتعوا بوقتهم أصبح شارع للمشاة متنزه شارع البورصة أو الشريفين أيضا بعد ما تم افتتاحه مؤخرا منذ قرابة حوالي أربع شهور أصبح يعني بيطلق عليه شارع الفن اللي إحنا بقينا بنعمل فيه حفلات فنية بالمجان بالتنصيق مع وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة ووزارة الثقافة حفلات فنية بالمجان لا أنا معرفش القصة دي تكلمين أكتر الحقيقة الفكرة ابتدت لما تم إعادة إحياء عدد من المناطق في منطقة وسط البلد ومنهم كان ممر بيهلر اللي تم إعادة إحياء وأيضا وترميم المباني اللي فيها وإعادة تأهلها فعملنا في رمضان الماضي مجموعة من الفعاليات سمناها ليالي بيهلر مع فرقة الفنان تصار عبد الفتاة هي مش مستمرة بتتعامل وبتقف وبتتعامل وبتقف لأن بيجي لنا طلبات كتير المكان مفتوح للكل كل الفعاليات الثقافية اللي بتقدمها جهات محترمة وعلى قدر من الثقة وعندها رغبة أنها تقدم حاجة للشباب بيرحب بيها وبتدرس من جانب محافظة القاهرة ووزارة الثقافة وبيتم عملها يمكن من آخر الفعاليات الجميلة التي عملت فعاليات للحكي حكائين متخصصين جم حكوا حكاية شارع البورصة والشريفين مين هم الشريفين مين بيهلر مين كذا بنحكي للناس وبتعمل حفلات موسيقية ممر بيهلر ايه اسم بيهلر فبتعمل التاريخ بشكل مسلي للناس وبتتعمل حفلات موسيقية وكان عندنا في افتتاح الشارع الشريفين حتى اليونسكو كان حاضر معنا لأهمية تطوير المنطقة بتساعد في الترميم أو بتساعد في إحياء مرة تانية القاهرة الخدوية بتساعد في الدعم الفني أو استشارات فنية لكن الحقيقة اللي بيتولى المشروع بالكامل اللجنة القومية ومحافظة القاهرة هي اللي بتقوم بدا بتمويل أيضا من بعض الجهات زي اتحاد البنوك المصرية وبتمويل محدود من محافظة القاهرة تمويل مصري أصيل أو بعض الشركات الملكة للعقارات اللي موجودة في وسط البلد اللي هي كنز عقاري حقيقي يعني عندنا زي ما بنقول أسهم مجمدة كده في وسط البلد طيب حضرتك مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة إيه الأماكن تانية اللي في القاهرة اللي فيها تراثة اللي حضرتكم بتطورتوها وبترجعوها تاني أو اللي عايزة لسه الحقيقة هي القاهرة كلها تراث يعني منين ما نمشي يعني كلمة نسعى صور مجرى العيون حقيقة طبعا ده في عملية تطوير جارية حاليا لكن المنطقة اللي يمكن لها حظ الأسد وبيقع جواها برضو صور مجرى العيون خليني أتكلم عن منطقة القاهرة التاريخية اللي سماها اليونسكو القاهرة التاريخية وهي الجزء القديم من العاصمة اللي هي منطقة الأزهر والحسين ومنطقة شارع المعز القاهرة الفاطمية هي بتمثل النواة لهذه المنطقة طبعا المنطقة دي بعرقتها بتاريخها بأصلتها كانت مسجلة على قوائم التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979 وبنضع مع اليونسكو من وقت لآخر اشتراطات للحفاظ عليها ومشروعات لتنميتها يمكن هي مساحتها كبيرة قوي لأنها بتضم عدد من الأحياء بداخلها يعني القاهرة التاريخية ده مصطلح بيطلق على عدد حوالي سبع أحياء السيدة الزينب وحيوسط والجمالية والضربة أحمر والمنطقة دي كلها محتاجة شوء الكبير محتاجة شوء الكثير قوي 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 بدأنا بالفعل في الضرب الأحمر بدأنا في شارع سوق السلاح تأحديدا التوجيهات حاليا أنا لاحقا أشوف صور مجرى العيون لأن صور ممتد في الطريق كبير وشكله حلو ده لو اتطور ورجع لألوانه الزهية اللي بتاعة الزمان أعتقد وطبعا اتشالت الاستابلات اللي تحته والحيوانات والكلام ده وطبعا بعد ما شلنا الجلود وديناها الروبيكي فأعتقد هيبقى شكله راقي طبعا ومطلوب مننا كلنا كمصريين نحافظ على الشغل اللي تم ونكمله لأنه هو ما فيش حاجة بتستمر لو سبناها أو لو فكرنا الصيانة بالزبط ولو فكرنا ان احنا خلصنا نبقى غلطانين احنا على طول فيه شغل مستمر ويمكن الشغل اللي هو الصيانة زي ما حضرتك قلت أهم من العمل إن احنا نحافظ على ما تم ده أهم من اللي احنا اشتغلناه بالفعل فمطلوب تضافر كل الجهود الحقيقة محافظة القاهرة قامت بدور ووزارة الأسار قامت بدور إنت الواحد يقدر يزور صور مجرى العيون ويشوف الشكل الحضاري إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله إن شاء الله ما فيش مدة معينة يعني ممكن بنهاية السنة يكون فيه اختلاف في الشكل ملحوظ أكتر من اللي تم وهو طبعا فيه اختلاف كبير تم دلوقتي لكن هيكون أوضح بنهاية السنة إن شاء الله أوضح بنهاية السنة إن شاء الله إن شاء الله أتمنى بالتأكيد لأن المكان شكله حلو أنت وتعدل عليه شكله جدا وبعدين زي ما بقول لحضرتك إحنا مش شغالين في جزء وبس يعني إحنا عندنا يعني الحقيقة محافظة القاهرة عليها عيب رهيب قوي إن إحنا بنشتغل في كل الجهات كشغل في الضرب الأحمر موجود وهذا منطيع قديمة برضو ومليئة بالتراث يمكن عند حضرتك معظم آثار الحقبة الإسلامية اللي موجودة في القاهرة موجودة ما بين الجمالية والضرب الأحمر ودول فيهم شغل الأثار هي مسؤوليتكم ترميمها أو مسؤولية الأثار نفسها الأثار نفسها كأثر هي مسؤولية وزارة الأثار وهي أيما بجهد رائع في هذا المجال طب قبل جهد رائع بس في بعض المقازن اللي بنشوفها في بعض المناطق في القاهرة الإسلامية بتلاقي المقازن نفسها داخلها قمامة المقازنة نفسها محتاجة ترميم في بعض المناطق عشان بس ليس في الإمكان أبدع من مكان لا نحن نعجي بكل حاجة يكون كويسة أنا أقول لحضرتك على حاجة لما يبقى عندي هذا الكم وهذا الكم بيتم تطويره وبيتم الحفاظ عليه وبيتم إحياءه في نفس الوقت اللي بننشئ مدحف كبير للأثار في نفس الوقت اللي بتتم فيه مشروعات في الأقصر في نفس الوقت اللي بتتم فيه مشروعات في أسوان يبقى احنا في مرحلة مهمة جدا لا مهجومة دو وزارة الأثار حمو جدا يعني بوهداء كبير في أماكن كتير أنا بتكلم على الجزئية دي يعني الأفضل اللي يتكلم فيها عنها وزارة الأثار لأنهم المتخصصين لا الأثر نفسه بيتبع وزارة الأثار وإحنا نساعد حينما يطلب من ذلك لكن أنا الحقيقي لم ستعاون كبير جدا في التعامل مع وزارة الأثار وده كان وضح في منطقة بالذات اللي اشتغلنا فيها درب الأحمر لإني بقول لحضرتك القاهرة واسعة جدا كبيرة جدا يعني لازم الشغل يكون متوازي في كل المناطق وإحنا بنشتغل قاهرة خدوية وسط البلد شغالين درب أحمر شغالين التراث الثقافي اللامادي أيضا إحنا شغالين فيه اللي هو التراث الثقافي اللامادي هو كل ما يخص تراثنا وثقافتنا وعدتنا وتقاليدنا ومورثنا الشعبي اللي بنخشى عليه من الاندسار والمهارات التي تورسناها عن الأجل السابقة ونخشى عليها من الاندسار وبنحافظ عليها يعني على سبيل المثال دي مسؤوليتك بردو؟ طبعا دي مش وزارة الثقافة؟ إحنا ووزارة الثقافة كل حاجة متدخلين مع الوزارات الأخرى في الحفاظ عليها لأن محافظة القاهرة هي مصر مصغرة فإذا إدرنا بتعاون ما بينه وبين الوزارات المختلفة؟ ده حقيقي فتعاون مع وزارة الثقافة بنحافظ على ده ويمكنك فيه تفاعل جيد في الفترة السابقة مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو ومنذ عدة أشهر تم تسجيل محافظة القاهرة كمدينة إبداعية على شبكة المدن الإبداعية لليونسكو مدينة إبداعية مدينة إبداعية في مجال الحرف التراثية والفنون الشعبية الحقيقة شبكة المدن الإبداعية لليونسكو هي عبارة عن شبكة بتضم حوالي 170 مدينة على مستوى العالم المدينة دول بيتميزوا بالإبداع في مجال معين في مجال التصميم في مجال الطهي في مجال الحرف والتراثية والفنون الشعبية في الخيامية في شرع المعز في كل حتة في الضرب الأحمر عندك نجارة في الضرب الأحمر وفنانين نجارين فنانين بمعنى الكلمة الأرابيسك اللي موجود في الضرب الأحمر الفن تعشيء الحشب القيمة الخيامية الرائعة الجميلة طبعا ومازالت مهتدة إن لم يعي المواطن المصري أهميتها ودوره ووجبه في الحفاظ عليها وشراءها والتسويق ليها أفضل من المنتج الأجنبي بمئة مرة وأحسن منه وأصلنا وتراثنا وحياتنا لو أرجع مرة تانية للقاهرة الخدوية لأن فيه جانب عمارة فيه جانب تخطيط فيه جانب فن فيه جانب ثقافة فيه جانب سياحة فيه جانب مرور فيه جانب يخص القطاع الخاص فيه جانب تجارة ولو بعد تجاري الحقيقة عندنا كانت معوقين اتنين معوقين رأسيين ده من وجهة نظري المعوق الأول التمويل إن المشروع الفلوس دائمًا مشكلة في أي مجال ده مشكلة ومشكلة كبيرة لأن احنا بنرجع الشيء لأيام فن راقي أيام مكانة الخمات ما بنحسبش تمنها زي ما بيتحسب تمنها دلوقتي من ناحية تانية الجزء التاني أو معوق التاني السلوكيات أو العادات الخاطئة اللي احنا اكتسبناها على مر السنين وأصبحت شيء عادي بالنسبة لنا يمكن كانت أحد الممارسات الخاطئة اللي قضينا عليها تماما في بداية هذا المشروع كانت الباعة الجائلين الباعة الجائلين اللي كانوا منتشرين لدرجة أنهم في شوارع اتقفلت في وسط البلد كان مقفول بباعة جائلين ومعظمهم 26 يوليو ومنطادي كل أوليسعاف بالزبط لو تذكر حضرتك كانت مهزلة ومع ذلك تم التعامل معها بشكل راقي جدا وتم نقلهم إلى أماكن أخرى برضو حفاظا على لقمة العيش وأكل عيشهم أنهم يروحوا وينتخلوا لأماكن تانية نفس الشيء بيتم دلوقتي تعليمات برضو السيد المحافظ وتوجيهاته أنه كل حاجة أننا ننزل نشتغل في الشارع والرائب ونتابع كل حاجة بتتم في الشارع على الأرض ما يبقاش الشغل من المكاتب فالسلوكيات زي دي السلوكيات عادات مثلا زي ما قلت لحضرتك البيع الجائلين الركنة صف تاني الدخول شوارع المشاب بالموتسيكلات الموضوع هيبقى محتاج مننا تعاون برضو من الجمهور لأن مش هنقدر نوقف يعني عسكري لكل مواطن يقول له ده غلط وده صح بس على الأقل المجهود اللي اتعامل مطلوب من الجميع أنه يحافظ علي بس برضو نقدر نوفر قانون وغرامات للمخط وده بيحصل في كل دول العالم يعني الأمريكان أو الألمان أو أي دولة متحضرة ما فجأوش نفسهم لا ونفسهم متحضرين لأ كان فيه قوانين وغرامات فرضت على المخط أنه يدفع كذا لو رمى ورقة في الأرض أو لو عمل خطأ معين فبالتالي دول لو حصل عندنا بالتأكيد برضو أنا متفق مع حضرتك وعشان كده لو حضرتك نزلت أو السيدة المشاهدين نزلوا شوارع وسط البلد في عبدين شارع قصر النيل شارع طلعت حرب هيلقوا اللافتات الموجودة على وجهات العقارات اللي كانت مخبية الجمال بتاع العقارات والعناصر المعمرية اللي بتميز العقارات دي كلها تم رفعها في خطة يعني متوسطة الأجل إن شاء الله إن حتى وجهات المحلات هيتم توحدها وتقنين وضعها وتحسين مظهرها نتمنى بالتأكيد دكتور رهام شرفتين يا فن شكرا جزيلا شرف لي أشكر حضرتك دكتور رهام يا عرام مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة والقاهرة الخدوية شكرا جزيلا شكرا جزيلا بعد الفصل إن شاء الله مشاهدين الكرام هتلتقوا مع قراءة الأبرز عنوين ومنشطات صحف الغد مع زملت العزيزة هندجاد أما أنا فأشكر حضرتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة هذه تحياتي كمال ماضي في أمان الله